اشتركوا في القناة وبالوسائل الحديثة المركبات الفضائية ثبت انه خاصة بعد ان وجدت مراكب مركبات فضائية والمكوكات اللي دور باستمرار حول الارض واللي غادرت قسم منعتها الارض الى المجموعة الشمسية اكدت الصور الناتجة على ان شكل الارض كروي عند سطح البحر عند ظهور السفينة واقترابها لا نشاهد اولا الا الصاري وبعد ذلك مقدمة السفينة واعلاها ثم تظهر السفينة عندما تكون على شاطئ البحر فتشاهد انت من بعد لكن الاي بعد منهم البعد الوضوحي فالبعد التلاشي لا ترى فيه شيء وان بعد بعدين لما تتقرب السفينة شيء انت شيء نحو الشاطئ او المرتى فتشاهد من عدها ما ارتفع منها كيف تشاهدها لانه العين مثل ما قلنا احنا هي محد لها ما توصلوا الى علم العين جميع الاطباء لانه شون ترى الشيء كروي على بعد بالتلاشي لما تتقرب الى وضوح الرؤيات شوفها عدل فهذه نفس الطريقة انه يؤدي لكيها فانحنا لما احنا موجودين على الارض فانحنا قريبين الى الارض فانحنا اذا انشاهد بنصف العين لان العين لو قسمناها بالنصف القزحية فانشاهد الى الاعلى مسافة اكبر و الى الاسفل مسافة اقل سنة التسعة وتسعين صار كسوف نعم الشمس نشوف كسوف كلي فرحنا الى الموصل لان هناك في الموصل صعدنا الى دير مار متى فهذا يرتفع ثلاثة وستمائة قدم عن سطح الارض اخذت الشمس ان تختفي شيء ان فشعي وين بالنسبة الى كتلة القمر لان القمر القتلة مالته هو نصف كتلة الشمس فالقطر ماله مليون ومئتين الف كيلومتر والشمس القطر ماله مليونين واربعمائة الف كيلومتر الارقام اللي ذكرها فيما يخص كتلة القمر احنا بادلة علمية وبقوانين والاعتماد على قوانين في الفيزياء وعلم الفلك تمكن العلماء من الاستدلال على كتلة القمر وهي سدس كتلة الارض لذلك قوة الجذب المسلطة على الاجسام الموجودة على سطح القمر وهذا ما اكده رواد الفضاء حين انتقالهم الى سطح القمر او اتأكد لهم بان القمر الكروي كانت الجاذبية قليلة هناك وهي اقل من جاذبية الارض بستة مرات فلذلك الاوزان هناك تكون سدس الخصوف والكسوف والغروب والشروق وتغير الفصول كيف تحدث هذه الظواهر والارض غير كروية على حد تعبيرك الشمس بالنسبة الها هي اللي تدور حول الارض لانها هي الاصغر من الارض بموجب الايات القرآنية انت هل يوم من الايام رأيت الشمس كيف تتحرك؟ انا رأيتها تتحرك الشمس كيف؟ تتحرك الشمس حركة واحدة في كل 24 ساعة لانه انا لما احكي احكي عالعلم القرآني هو يحكي لي عالعلم اللي انا رفض اساسا وهو العلم الحديث اللي درسوا النبي وهذا علم بدأ لم يكن له اي حقيقة في القرآن الكريم لانه ما توجد اي اية في القرآن ترمز الى كروية الارض او دورانها فكل شيء اللي ما يرمز الى شيء بالقرآن فهو اشتركوا في القرآن